أهم وأخطر مسؤولة بيواجهها الأب والأم طول حياتهم هي التربية وده لأنها بتساهم بشكل مباشر في تشكيل شخصية إنسان هيخرج للمجتمع ويؤثر فيه التربية ممكن تكون صحيحة فتأثيرها وقتها هيكون إيجابي أو ممكن كمان التربية تكون غلط وساعتها أكيد هيؤثر بالسلب ومن أهم الصفات اللي بيسعى الأب والأم في طريقهم لتربية أولادهم إنهم يزرعوها فيهم وفي ولادهم هي صفة العطاء وده لأن العطاء بيلخص كده حاجات كتير قوي رغم إنها صفة واحدة لكن بيجمع معاه أكتر من صفة حلوة زي القرم والحب والحنان ولين القلب ومساعدة بالغير كمان مين فينا بيفكرش كده إن مامته هي بتفضلوا على نفسها عشان يأكل حاجة معينة وتسيبها عشان هو ياخدها أو مين فينا ينسى لما والده كده اديه مكافأة على حاجة سهلة عملها بس عشان يشجعه كل دي حاجات بتبين قد إيه هي حاجات بسيطة في شكلها كده الخارجي لكن هي بتمثل صفة العطاء اللي لازم الأولاد يفهموها ويكتسبوها كمان من باباهم ومن مامتهم عشان كده في حلقتنا النهاردة هنركز مع بعض على إزاي نعلم أولادنا العطاء وإزاي نخرجهم نماذج كده بتمد إيهها للغير بالحب والمساعدة ولكن بشكل متزل وبدون إفراط عشان يكون مجتمعنا كل حب وخير وعطاء أبو والمعلمين بنشوفهم في حياتنا هم الأب والأم من وإحنا صغيرين كده بنكتسب منهم كل حاجة وكل الصفات عشان كده مهم ما قوي يكون الأهل فيهم صفة العطاء عشان الأبناء يقدروا يكتسبوها منهم وعشان نتعلم إزاي نربي أولادنا على العطاء ونعرف نحق المعادلة بإنهم بيساعدوا الغير ولكن بشكل متزن فإحنا بيشرفنا النهاردة في استوديو منتصف اليوم استشاري العلاقات الأسرية هيب أبو الخير أهلا بيك معنا في الاستوديو أهلا بيك هيب إحنا طبعا في رمضان ومنقدرش كده يعني نفوت فرصة إن إحنا في رمضان ونتكلمش عن صفة العطاء خلينا نتكلم في الأول مع بعض إيه هو العطاء العطاء بمنتهى الثلاثة هو الشيء اللي أنا بقدمه لكي من غير ما استنى مقابل يعني بدعمك بحبك بقى في جنبك أي حاجة بقدمها لك من غير ما بقى من جوايا مستنين أن أنت ترديها من غير مقابل بالزبط بس هيب كلنا يعني ماشيين بمبدأ أو يعني 3-4 الناس الحياة هاتو خد ما ينفعش قدي وما خدش عشان كده قلت لك لازم نعرف نفرق ما بين الحياة هاتو خد وما بين إن أنا بقدم شيء بدون مقابل هل الأم بتنتظر من ولادها إن هم يدوها مقابل حنانها تضحياتها وقفتها جنبهم لا طبعا ما بتبقاش منتظرة ده هي كده بالزبط ليه لأن هي إحنا دايما وإحنا صغيرين تعلمنا أن الأم أساس العطاء صح فهي الفكرة في الحتة دي أي حد هدخل عليه أو هتعمل معي أو هيكون صديق أو هيكون حد من أسرتي من عينتي وهديله أو هعمله أعرف الفرق ما بين العطاء من غيره بقى أيا كانت المسميات إن أنا هعمل الحاجة دي بدون مقابل أنت ذكرت يا هيبة مثل الأم إن الأم بتدي من غير ما تستنى حاجة ده بسبب إن هي دي بالفترة دي أم هل الكلام ده ينطبق على كل الناس يعني إني أدي أصحابي من غير ما استنى مقابل إني أدي الجوزي من غير ما استنى مقابل ولا ناس وناس عشان أتعامل أكيد ناس وناس خلينا في الأول نقول مش كل الناس قدلهم بدون مقابل وليه؟ لأن إحنا لو ما تعلمناش ندن مين أو العطاء لمين ومين اللي يقدروا ومين اللي يفهم إن أنا شخص معطاء ويبقى فاهم قيمة العطاء ده هيعود علينا بالأذى يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة جيت وكنت معطاءة جدا معاك وطول الوقت أبديكي وبسابورت ليكي وبحبك ومش مستني منك حاجة لو أنت شخص مش فاهم قيمة العطاء هتعتبري إن ده حق مكتسب وإنه ده المفروض وإن لو ما عملتوش تبدأي تزعالي مني هنا أنا رديت العطاء على نفسي إن أنا قدمته لشخص مش فاهم يعني إيه عطاء ومش فاهم قيمة العطاء بإن أنا أزيت نفسي ليه لإن ده يعود علي بإن أنت هتبتزيني عاطفيا وهتدقي مني وهتبدأي تطلبي مني الحاجات أو أي إن كان اللي كنت بدهولك سواء حب أو دعم أو واتفر هو إيه هتبدأي تطلبي وكأنه حقك حق مكتسب بالضبط فبالتالي ده هيبقى ضاغط علي أنا نفسيا فهنا أنا بضغط على نفسي أكتر ما بدي بضغط وبأذي نفسي هنا الموضوع تحول مش عطاء قد ما أنا مجبرة أعملك حاجة عشان تكوني جنبي دخلنا في وي تاني خالص بعيد عن قيمة العطاء دخلنا في منطقة الاستغلال وإن أنا بدي وأنا موجوعا عشان أنا أديت للشخص الغلط صح عشان أنا ما ينفعش أدخل مع شخص مش فاهم قيمة العطاء مش فاهم يعني إيه عطاء وافضل أديله 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 ففي الآخر هو هيعود علي بأنه هيطلب ده وكأنه زي ما قلنا حق مكتسب حق مكتسب ده حقيق طب أولادنا بقى يا هبة هل إحنا بنعلمهم فكرة العطاء بأن إحنا بنقعد نتكلم معاهم ونشرح لهم ولا الأم والأب بيبقوا قدوة فيوروهم ويفرجوهم فكرة وإسلوب وصفة العطاء يعني مثلا ياخدوهم معا ما ياخدوهم مثلا يوزعوا حاجات عن الناس ياخدوهم مثلا يزوروا حد مريض وهكذا فإزاي بنعلم أولادنا العطاء طيب ده السؤال ده ليه جزئين الجزء الأوليني أن أولادنا بيتعلموا مننا أي حد يقولك أنا هعلم ابني مننا أقوله وحكيله ابنك عامل زي الاسفنجة عامل زي الاسفنجة اللي بيمتص كل حاجة أنت بتديها له فبالتالي بدون ما تشعر لو عملت حركة ولذلك كتير قوي أمي مثلا تيجي تقول أنا ابني بيمشي في البيت يرزع الباب فأول كومنت بقوله أنت أكيد بتعملي كده بابا بيرزع الباب فتسكت شوية وتقولي آه فقولها بيقلده هي كده فنرجع للحتة بتاعة العطاء لو أنا ابني شفني وأنا اللي بعمل ده هيعمله وخليني أقولك بقى في الجزء ده لو بعمله من باب الشكل العام عشان يبقى منظاري حلو ابني هيطلع يعمله كده ولو ابني شاف أن أنا بعمله من باب العطاء بالحب بالرحمة بالإنسانية ابني هيعمله كده يعني ولادنا بيقروا النواية بتاعتنا بيقدروا يعمله كده وبيحسوا بينا فيه لينك بيننا وبينهم ابني لما يشوفني وأنا بعمله مع حد فقير مثلا وبديله حاجة فيه فرق كبير جدا ما بين بدي واحد وديله كده وما بين بديله وأنا بطبطب عليه أو باب قابله بابتسامة ابني حسها فابني هيتعلم مني كل حاجة لو أنا اللي بعملها الجزء التاني في السؤال لما جي أعلم ابني العطاء ده لازم أعرفه الفريم بتاعه يعني إيه تدي المين العطاء ده لما تعمله تعمله المين مين يقدره مين لو أنت عملتله يعرف هو كمان قيمة ده لازم أعرفه كل تفاصيل العطاء عشان زي ما قلنا من شوية ابني ما يتئذيش نفسيا ما يفضلش يعمل ويفتكر أن دي آه هو ابني عارف خلاص واكتسب مني أن دي صفة حلوة قوي وأن دي جزء كبير من الإنسانية والرحمة والدين وكل حاجة ولكن لما هيعملها بدون الفريم اللي أنا بقول عليه ده وإني أعرف إمتى الدين مين وقيمته إيه ولو الشخص ده ما حسش بقيمة العطاء أنا أرجع عن خطوتين لورا عن الشخص ده وهكذا ابني هيتئذي هيتئذي نفسيته فبالتالي هيبقى هيقولك لأ العطاء ده حاجة مش كويسة هيوصر المرحلة دي لو أنا ما علمتهش حط حدود بالضبط مهم أعلمها للأطفال إن الحياة والناس اللي حواليك عبارة عن بازل في قطعة بتيجي ساعات تركبها في مكان ويتحاول تزقها تدخل ما بترضاش تدخل صح فلازم ناخدها ونرجعها مكانها هي كده بالضبط الناس اللي حوالينا محتاج إن انت تاخد الناس اللي قريبة وتحطها في مكانها المظبوط ما رديتش تدخل ما تزقهاش عشان ما تبصش رجعها مكانها ونجيب الشخص المظبوط في المكان المظبوط حلوة قوي المثل ده يا هيبة لأنه فعلاً بيبقى فيه ناس بنقعد نديها قوي 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 ونقعد نقول لها نقعد نقول لها يمكن 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 لا مش يمكن مفيش يمكن مفيش مبررات الشخص اللي ما قدرنيش الشخص اللي مش المكان الصح بتاعه عمره ما هيتقول وما قدرش قيمة اللي أنا بعملهوله والعطاء اللي أنا بديهوله ما يستهلنيش وما يستهلش اللي أنا أعمله خطوتين لورا واشوف الناس اللي تستاهل اللي أنا بعمله ولازم نفهم كويس قوي النقطة ده يا هيبة لازم نفهم مين اللي قدرني ومين اللي هيحب اللي أنا بعملهوله ومين اللي بيستغلني ومين اللي هيبقى حابب كل خطوة أنا بعملها لأنه في الآخر لازم كل حاجة تتقدر بالضبط وفيه نقطة تانية بقى مهمة جداً بعلمها للولاد مع او المراقين مع نفس الاكتزامبل بتاع البازل الحقيقة عاملة زي القطر فيها ناس دخلة وناس طرع فيه ناس بتركب وناس بتطلع اللي نزل نزل باي باي واللي ركب بيركب ونسلم عليه ونكمل معاه مهم ان ولادنا ما يتأثروش وليه انا بدخل ده مع العطاء لان كتير بيجي ازمات نفسية انا ديت ومعرفش قيمة اللي تدت فوله بتلاقيه مع المراقين وخصوصا في الجلسات بتاعت انها حبت زملها او حب زملته او حتى في الناس الادلت الكبار لما تلاقي واحدة في العلاقات العاطفية واحدة ادت بزيادة او واحد ادت او ام ولادها بعد ما ادت لهم عمرها كله اه ما عبروهاش او كانوا جمزين بيحصل خزلان في الاخر بالزبط فهنا الاسس اللي انا حطتها دي البازل والقطر بيحمي بيعمل كافرينج للشخص اللي قدامك فبالتالي حتى لو حصل الخزلان بيفتكر النقطتين دول فبيعرف يكمل حياته ويقول اللي نزل من القطر بنقوله باي باي واللي بيركب بنقوله اهلا وسهلا صح وفعلا احنا مش لازم نندم على حد خرج من حياتنا لانه لو احنا عارفين ان احنا ادينا و ادينا بمقدرتنا و ادينا من وجهة نظرنا ان ده اللي كان نقدر نعمله ما نقدرش نعمل اكتر من كده فخلاص اللي مشي يمشي مش هنرجع حاجة مش هتفضل في حياتنا مهم ان احنا نفضل ندي العطاء للناس اللي تستاهل الناس اللي تعرف قيمة اللي انا بديه اللي تعرف يعني ايه وتقدر يعني تفتكر لي بعد سنة و اتنين و تلاتة تقول ده انا كنت في الموقف الفلاني ووقف وكان سابورت ليا وكانت بتدعمني وكان بيحبني وكان جدع معايا وكانت كويسة وكانت وقفة جنبي مهم الناس دي هي دي اللي نقدر نحافظ عليها ونكمل معاها وهي دي ناس القصيلة اللي احنا دايما بنسعى ان احنا نخليهم في حياتنا لانه اللي بيقدر ده شخص حلو قوي فياريت عمرنا ما نخسره طيب هي ما عايز تتألك على حاجة مهمة قوي وهي مثلا ممكن الام والاب بيزرعوا الحاجات دي في ولادهم ويبقوا ناس معطئين ويفرجوا اولادهم كل ده ولكن بنلاقي ان فيه اولاد اطفال اوقات بيبقوا عنادين قوي ومثلا بنشوفها كتير قوي في اللعب اللي هو الام تقول لابنها وبنتها خلي صاحبتك تلعب معاك لأ يا مامي لأ دي بتاعتي انا هنعلمهم ازاي بالظبط بصي مع اللعب الزيت وهم صغيرين جدا انا ابني مثلا او بنتي جات لها صاحبتها وبيتخنقوا على لعب فانا بقول لها اديها تلعب بيها وانا لو اديتي صاحبتك تلعب معاك وشيرنج سكيرنج ده هيخليني ان انا بكرة اخذك وننزل نجيب لعبة جديدة عشان انتي عملتي شير او خليتي صاحبتك تلعب معاك باللعبة دي لو عندي مثلا ايا كان من الحلويات للاطفال فأدي البنتي وقول لها خدي البنبوني ده مثلا وروحي بيه وزعي على صحابك كلهم في الفصل اشتري لها او اشتري الابني وهو صغير مدام انا لاحظت الحتة دي مع ابني او مع بنتي ان هما بيعملوا كده انا اللي اروح اشتري لهم ايا كان بقى من الحلويات المسموح بيها في المدرسة واقول لها خديها وزعي على الفصل كله هنا انا بعلمها العطاء وما بخليهاش لان الاطفال دايما احنا بنتولد بيبقى عندنا جزئين حب النفس وبعدين حب الاخر وده طبيعي ونرمي ان احنا لازم نعدي على المرحلتين في حياتنا بس بقى لو دخلنا فيه ناس بتقف عند حب نفسه وما يدخلوش عن الاستابل بعد كده اللي هي حب الاخر وده لو كبر على ده بيبقى هو ده الشخصية النرجسية يعني الناس اللي بتعرفش تدي او عندهمش مبدأ العطاء دول شخصيات النرجسية في منهم بيبقى مخرجش من مرحلة حب النفس يعني المفروض نطلع ونحنا صغيرين بيبقى عندنا مرحلة حب النفس وبتاعتي وعندي ومش عايزة تديها لحد وبعد شوية يبقى مرتاح فيدي للحواليه لو انا حسيت ان ابني من الاول بتاعتي وفضل مطول في المرحلة دي فاشتغل علينا بقول عليه ده اجيب بقى حلويات وديله ويدي لاصحابه وممكن الاقي طفلي يقوللي لا انا مش هديله هيخلص اصل حاجاتي هتخلص بتسمعيها كتير حاجتي هتخلص او البنبوني بتاعي هيخلص فقوله لو خلص وانت بتديهم هجيب لك واحد لوحدك فهنا انا بعلمه وبساعده يحب الاخرين فهنا يطلع بيعرف يدي بس في نفس الوقت زي ما قلتلك الفريم اللي احنا اتكلمنا فيه يعني لما ييجي بعد كده بموقف معين ويتكلم معايا في فكرة ان هو قده واللي قدامه كان اناني بزيادة او ما كانش مقدر ان هو اداله فابدأ خليه يحمي نفسه ويعمل كافرينج لنفسه ويعرف يتعامل مع مين ومين يبقى قريب ومين يبقى بعيد ما بقولش ان هو يخصمه او يبعد بس يبعد من بعيد يبقى صاحبه من بعيد او معرفة من بعيد يحط حدود لانه ده مهمة قوي نفسه نعلم ولادنا ان هما يده ولكن بحدود طب عايزين اتكلم يهيب عن فكرة التبرع فكرة التبرع دي بتزرع مشاعر حلوة قوي عند اي حد فينا ازاي نعلم ولادنا من هما صغيرين ان هما يطلعوا من مصرفهم ويتبرعوا ان هما ييجوا معايا ان هما اللي يقولولي ان انا عايز اروح ازور كذا عايزة اتبرع لكذا اعمل ده ازاي بسي بعمل اكسرسايز حلوة قوي وهو ان كل بيت بيعمل زي حصالة ويقولوا مثلا الحاجات الممنوعة في البيت على سبيل المثال مثلا لو صوتنا عالي كلهم بما فيهم الاب والام لو صوتنا عالي حد فينا صوته عالي دي الحصالة اللي هنحط فيها خمسة جنيه هنحط فيها جنيه هنحط فيها اتنين جنيه على حسب الاتفاق اللي اتفقوه كأسرة مع بعض اللي صوته عالي هيحط الفلوس دي في الحصالة وفي الاخر الفلوس دي احنا هناخدها هنتبرع بيها برا هنا انا بعلم ولادي كذا قيمة مع بعض بعلمه ان في حدود وفي التزام في البيت صوتنا ما يعاليش نعرف نكونترول نفسنا ما نبقاش ما لقيش ابني يقول اصلا انا عصبي لا هو عارف يتحكم في صوته يتحكم في عصبيته هنا كمان بعلمه الجزء اللي انت تتكلمي عليه اللي هو في الاخر احنا عارفنا نحوش عشان ندي ونعرف نتبرع جزء تاني لازم اتكلم معاهم على فكرة التبرع اللي هو لما يجيلي بلوزة جديدة لبنتي او ابني جيب تي شيرت جديدة تقوله وانت بتديله الجديدة وهو فرحان بيها يعني احنا دخلين على ان شاء الله على العيد جبت الابني لبس العيد فرح وقاسه واتبسط به في البيت طيب هتطلع ايه من حكتك التانية عشان طفل زيك يفرح كده عشان يبقى مبسوط كده عشان يحس بنفس الفرحة اللي انت حسسها دلوقتي اخليه هو اللي يطلع فهو اللي يطلع من حكته ويقولي دي بنفس رادية مهم ان ابني اللي يطلع بايده بنفس رادية هنا نعلمته ان هو يتصدق ويتبرع ويطلع مشاعر حلوة لطفل تاني ويحس بيها طب ان احنا في رمضان يا هبة ازاي نعلم ولادنا وده نستغل بقى الوقت ده ان هم يده قوي ان احنا نعلمهم صفة العطاء فرصة ان احنا في شهر كريم شهر كله عايز يدي كله عايز ياخد حسنات كله عايز ياخد السواب فنقدر نعمل ايه يعني غير فكرة الفطار اللي كل طبعا مشارك فيها ان احنا نوزع وجبات وكده ايه افكار تانية ممكن نعلمها لولدنا ممكن لو انا ابني مش متعلم خالص حاجة زي كده بحاجة بسيطة جدا انا هجيب له بلح وهقول له حط بلحتين في كيس وانزل تحت البيت تحت العمارة كل ما تشوف حد تديله بلحتين دول ازايزة مية ولما تقابل حد واحنا ماشيين بالعربية افتح الشباك بسرعة بسرعة فلان ده ماشي اديله مية عشان يفتر عشان تاخد سوابه عشان انت اللي تبقى فطارته عشان ربنا يديلك حاجات حلوة وحسنات وهكذا الحاجات البسيطة مش لازم نعمل وجبات ولازم ابني عشان اعلمه والاول لازم احببه الحاجة وتبقى بسيطة وسهلة عليه لما يجيب لنفسه شوكولتاية اقول له جيب واحدة كمان عشان مع اول طفلة هنقابله في الطريقة هتديله عشان يأكل زي ما انت كلت وهكذا بافكار بسيطة جدا نقدر نعلم ولادنا العطاء والتبرع بشكل هما يحبوه فيعملوه من ورانا لانه مش المهم انه يعمله قدامي المهم انه انا من ظهري وانا مش موجودة ابني يبقى عايز يستمر في ده ويعمله على طول صح وهذا حاجة مهمة قوي ان احنا نزرع فيهم الصفات اللي هما يكملوها بوجودنا او عدم وجودنا طب عايزين نتكلم بقى يهيب عن حاجة حلوة قوي ويعني نختم بيها كمان الحلقة وهي عايز اكتكلمي عن قصر العطاء على انا كشخص وعلى الشخص الاخر اللي انا بديله لانه احنا برضو ما بنبقاش عارفين او مش عارفين نقول لولدنا الشخص الاخر حاسس بايه ايه فايدة ان احنا بنطلع وده يطلع وده ياخد يعني هي الحياة كده عايزين نفهم الناس كويس قوي السيكولوجية بقى من جوة بيعمل ايه فيها وبيعمل ايه في الشخص الاخر طيب انا لما بعمل عطاء ده او بدي لحد حاجة او بدعمه او واتفر هي ايه الحاجة اللي انا بقدمها العطاء بتاعي ده بيملى احساس اولا بيبقى عندي راحة نفسية جدا سانين بيملى ثقتي بنفسي احنا جوانا عاملين زي ما يكون جوانا كبايات فتخالي كباية بتاعة العطاء عندك فيها حبة صغيرين كده تحت خلاص قربت تخلص فاول ما ابدأ ادي لحد دي بتعلى طيب لما كباية العطاء بتتملي ايه اللي بيحصل بتملك جنبها كباية الصخة بالنفس الراحة النفسية كباية التالتة الرابعة بقى ودي حاجة مهمة جدا فكرة اني انا بحس ان الحياة مريحة ليها معنا كمان والحياة مريحة دي كباية دي بتيجي منين دقا من الجزء التانيين تقولتي لما بشوف فرحة الشخص اللي انا اديته لان احنا هنا فيه لنك بيننا فيه تواصل الفايبس بتاعته بتوصلني لما يبتسم لما يشكرني ايا كان فمهم جدا ان احنا لما باخد لما بعمل العطاء اللي قدامي هو كمان بيديني العطاء بتاعه بيحسيني قد ايه هم بيحسيني بالفرحة والسعادة وده اللي احنا يعني حاولنا النهاردة نوضحه في حلقتنا ان العطاء صيفة حلوة قوي العطاء يريد يكون موجود فينا كلنا ولكن لازم نتعلم نتذل مين عشان ما نتأذيش واهم حاجة ان احنا ما نخليش حد يستغلنا وما نخليش حد ياخد مكانة مش مكانته يعني لو انا حسيت فعلا زي ما انت قلت ان انا عمالة بدي بدي لشخص والشخص ده مش مقدر انا مش ملزومة على فكرة اخلي الشخص ده في حياتي ممكن يرجع الوراء وانا رجعه بايدي وراء ونكمل حياتنا البازل بزرط وفيه اشخاص تانية احسن بكتير هيدخلوا حياتنا وهيقدرونا ولكن مهمة قوي ان احنا بمن احنا في رمضان نتعلم ونعلم ولادنا وانا شايفة ان احنا نتعلم كل يوم حاجة جديدة فكرة العطاء وانه انت قلت بحاجات بسيطة نوزع بلح ايزازة مية وقد ايه فعلا ده هيخلي المجتمع كله في فرحة عشان يعملوا كده دايما صح هيبقى باشكرك جدا على جودك في عنا النهار ده هيبقى ابو الخيرس شارعي العركات الأسرية تانكو يا هيبقى ماشتين ماشتين ابنك وبنتك بيشوفوا الدنيا بعينك انت انت المرجع ليهم في كل حاجة بيعملوها فعشان تزرع جواهم صفة العطاء كده لازم تبدأ بنفسك انت لازم يشوفوك وانت بتساعد الغير ولازم يشوفوك وانت بتمد إيدك كده بكل حاجة حلوة لغيرك خلوهم يشوفوا الخير فافعلكم دايما عشان يطلعوا هما كمان كده أولاد أسوياء بيحبوا العطاء وبيحبوا مساعدة الغير لأنه دي صفات أساسية قوي ولازم تبقى موجودة جوانا كلنا وبكده يكون خرصة حلقتنا نشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة من منتصف اليوم شكرا